اهلا بحضراتكم معانا من جديد بيشرفني يكون معايا في الستوديو المستشار طارق شاكر بالولايات المتحدة اهلا سيدة المستشار مدورنا سيدة المستشار انا بحب ادخل في الموضوع على طول ما تستغربش بيحبش المقدمات الطويلة والضيفة ينتظر اتفضل جلسة مجلس الام هل حلحلت شيء من الموقف هل صدر عنه توصيات هل من المتوقع انه احنا الخميس اللي فات كنا قاعدين على فضل كريم كده بتدينا الحلقة وكنا ايه زميلي بيجيبولي كل شوية منطوق مندوب انجلترا قال ايه مندوب لغاية لما طبعا بعد الحلقة ما خلصت كانت جزء بقى التاني من كلمة مصر وانا بقى ايه سمعناها كلنا بقى في العربيات واحنا ماشيين وكلمة السودان وكلمة اسيوبيا ماذا اضافت في رأيي حضرتك جلسة مجلس الامن لهذه الازمة يعني انت عايز تبتدي من اخر الموضوع طيب مجلس الامن لم يضيف حتى الان شيء رسميا لانه في مجلسة الخميس اوصى برجوع المفاوضات الى الاتحاد الافريقي مرة اخرى ونحن جميعا نعلم ان الاتحاد الافريقي لم يصدر منه اي تقدم في المفاوضات في الفترة اللي فاتت فاحنا بنرجع ل مربع سفر نقطة السفر مرة اخرى لان انت انا دخلت مفاوضات الاتحاد الافريقي واعطت تفاوض في فترة ولا مقاصل الى شيء بكون ان مجلس الامن يقول رجع لك للاتحاد الافريقي بايزا انا عند زيرو اجان طيب بالنسبة لما هو متوقع ان يصدر اليوم من توصيات حيثك قبل اللي هو حالا كنت بتقولي النهاردة هتصدر توصيات قالي التوصيات دي بخصوص قبول او رفض مشروع القرار العربي اللي هو بقيادة تونس ولا رأيهم في المجمل كده اوكي خلي بالحاداتك ان اول مرة تعرب على مجلس الامن مشكلة قائمة على الانهار تمام صحيح فليس لهم سابقة او خبرة الفصل في هذه الموادية تمام ولكن انا بكلم من رأيي الشخصي انا سقف توقعاتي محدود جدا مع مجلس الامن ان كما تعلم احدخينا على الفقرة السادسة المواد من 33-34-35-36 وكلها مواد غير الزامية يعني مجلس الامن ما يصدرش يصدر قرار الزامي للدول ده بيبقى تحت الفصل السابع لما بيكون حاجة الزامية اه احنا تحت الفصل السادس فمش ملزمين انهم يصدروا واحنا اللي اخترنا ولا مين اللي اخترنا لا لان احنا كل سادا مش هادين يصلي يسألوا حياتك لان ده يعني البند الوحيد اللي يقدر نخش فيه في النزاع لم يسبق للأمم المتحدة او لمجلس الامن النظر في مثله من قبل اه تمام وبعدين عايزة احيي فعلا دبلوماسية المصرية احنا عندنا دبلوماسية عريقة حكيمة فهمة بتعمل ايه وعندها صبر طويل جدا وصدر واسع جدا والكلمات يعني الوزير وطقاء سيادة السفير سامح شكري من دهب يعني كلمة مصر كلمة السودان بالمناسبة انا ممكن ما جاتليش فرصة اعلق قدام الناس عن الموضوع كلمة السيوبيا كتملئة بالاكاذيب للأسف يعني كلمة السودان كانت كلمة برضو فيها جزء انساني لطيف لكن كلمة مصر فعلا كلمة دولة عارفة هي عايزة ايه وهتعمل اللي هي عايزة بس بتخطي معانا خطوات دبلوماسية هل تقيم لي بقى اللي أنا بقوله ده لأ انت هترجعني ان انا عايزة ارجع شوية الوراء عشان المشاهد ياخد ترتيب الاحداث طويلة فضل خلي بالحضرتك الأطمع الأسيوبية في نهر النيل بالذات ليست وليدة الفترة الحالية هذه الأطمع وليدة زمان جدا 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 واذا خدنا مقارنة بين موقف الرؤساء المصريين من أول ما ابتدت جمهورية مصر العربية حتى الآن هتلاقي هذا الموضوع طرح دائما أيام الرئيس السادات ورئيس السادات كان حازم جدا وقال خليهم بالنص كده قال خليهم يفكروا يعملوا هذا الساد فهما هذا تلوح باستخدام القوة على طول فهم على طول ترجعوا عن استخدام الساد لما جي أيام ترجعوا عن البناء أصلا يعني ما عملوش أي حاجة أساسي لما جي رئيس حسن مبارك وطرح حازم الموضوع أيام رئيس حسن مبارك قال نفس الحديث برضو قال والله إذا كانوا عايزين يغمروا وأنهم يجربوا قوتنا خليهم يجورون الساد وأنا هنهيه لهم في نفس اليوم برضو بنفس الفكرة بنفس الفكرة هل يا فندم بتشوف ساعتك أنه حصل استغلال منهم ودي طريقتهم على فكرة للسيولة اللي حصلت في المنطقة وفي مصر في فترة الإخوان يعني إحنا شفنا مثلا أنه هو استغلوا السيولة من قبل فترة الإخوان أستغلال حياتك تذكر معايا لما كان محمد مرسي هناك وهو جاي في الطيارة الجرائد بتاعتهم كتبت مصر وتوافق على سد النهضة ومش عارفين يعني أنا معتقدش محمد مرسي ده ممكن أتكلم عنه أساساً لا يعني ده فترة في مصر لا يجب حتى مش ذكرها لا يجب حتى التفكير فيها ما كانش عيس جمهورية ما يشفن بس هي ليها تدعيات إحنا ملزمين دلوقتي هقول لحضرتك الوضع الزي منذ محاولة اختيال حسن مبارك في قريصة باب تلاتة وتسعي ابتدت الدبلوماسية المصرية الأفريقية تطفو الوهج بتاحها وليه كانت مشكلة كبيرة أن منذ هذا الوقت ابتدى دور مصر القيادي في القارة الأفريقية ابتدى يتقزم وابتدت دول زي أسيوبيا ونانجيريا وجنوب أفريقيا عادة تتزعم القارة فده كان بداية السيولة اللي حدث وقيل يا فندم أنه ده إهمال مصري متعمد ردا على محاولة اختيال حسن للأسف كان فيه خلطة أوراق جامد في هذه الفترة وده اللي سبب نوع من صعود الأفق عند أسيوبيا وسأف الأحلام بتاعهم كبرت وفتدوا يفكر طبعا ده كان بداية لكن فعلا القصة التي قسمت زهر البعير فترة محمد مرسي طيب فندم دي الفترة رجعت تقول محمد مرسي وللأسف الشديد للأسف يعني أنت ابتديت تضعف من بعد حول تختيال مبارك بأن أنت كانوا عايزين يخلصوا عليك تماما في فترة محمد مرسي حتى يعني أنا آسف مش موضوعنا بس الدولة المصرية جات في آخر عشر سنين في عهد رئيس حسن مبارك وكان بدأ التشيخ آه طبعا دي حقيقة فده إديهم برضو نوع من الأمل الكبير طبعا ولكن مصر رجعت فتية جدا نارضة ورجعت زو قوة وهم يعلموا بذلك تماما خلي بالحضر ورجعت تهتم بأفريقيا من قبل حفل تنصيب السيد الرئيس عن فتح السيسي يعني اللي كان موجود فيه كل رؤساء أفريقيا من بداية تولي عهد السيد الرئيس السيسي رجعت ابتدت ترجع لمصر لديتها الأفريقية وابتدنا تزعم القارة من جديد وابتدنا نضع قدمنا بالشدة داخل القارة أنت النهاردة بتلاقي لو أنت بسيت حالتك في آخر تساعتين ثلاثة أعتقد معظم رؤساء أفريقيا زاروا قاهرة صحيح ده صحيح ومعظمهم كانوا على دراية بيتعاملون معها مين النهار؟ صحيح مصر الفتية مصر الشابة تختلف عن أخر هذه طبعا يعني على عكس ما إحنا متعودين أن تأتي مرحلة الشباب بعد الشيخ لكن مصر ما بتموتش وقوية وعظيمة طبعا وما فيش أدل من كده على أن مصر اللي كانت مشتوب عضويتها في الاتحاد الأفريقي بقيت رئيس الاتحاد الأفريقي فيعني لكن فيما يخص بقى أزمة سد النهار فيما يخص أزمة سد النهار إيه التلاعب اللي حصل اللي خلى موقفنا دلوقتي حرج موقفنا صعب موقفنا كويس جدا إيه تصور حضرتك هقول لحضرتك للأسف الدبلومانسية الأسيوبية يسندها الكثير من الدول ومخابرتها في أزمة سد النهار وكانت المهمة الرئيسية للدبلومانسية المصرية تفكيك أوراق هذه الدول وإبعدها عن المشهد عشان ما يبقاش فيه نوع من التكتر ده بسبب الاستثمارات اللي في السد أحد الأسباب الاستثمارات يعني إيه أسباب يعني الناس كلها ماشية في الشارع بتسأل هي إيه العنجاهية اللي بتنكلم بيها أسباب دي وأمارة إيه أوكي أول حاجة في بعض الدول اللي حاطت اسمارات بمبالغ باهظة في هذا السد وبعضها دول العربية وبعضها دول العربية لقد فيه أكتر من كده كمان في بعض الدول استثمارت إنها اشترت حق انتفاع أراضي زراعية حول السد سيارويها السد لمدة 100 عام فالنهاردة هو مستثمر في السد هو مستثمر في الأراضي الزراعية الذي سوف يارويها السد تمام فطبعا مش هيحارب نفسه مش مصلحته صح كده هو مش هيحارب نفسه تمام مهما كن أنت غالي عليه مش هيحارب نفسه تمام فده كان أحد الأوراق اللي ده أسيوبيا مسنودة عليها مسنودة عليها أحد الأوراق الثانية في بعض الدول المعادية للمصر وسياسة مصر دول يعني صغيرة وبتحاول إنها توجد موقف أو صورة أو مكان على الساحة الدولية بيحاول يعمل نفسه كبير وهو مش كبير فافتدى يطعن نصر في كل مكان ممكن أن يطعن نصر فيه ليه استثمارات؟ قطر ليها استثمارات في السبب؟ يا حديثك ما تستغربش؟ يعني معروف مين يا هل ليها استثمارات؟ ليها استثمارات طيب قطر دلوقتي من مصلحتها جدا أنها ترضي مصر بأي طريقة بعد التقارب الأخير ودعوة سمو الأمير لزيارة مصر مصبوط هل هي غيرت موقفها؟ هل هي بتجيش مع مصر ضد سد النهضة مثلا؟ أنا لا أؤمن بالأقوال وإنما أؤمن بالأفعال حتى الآن الأقوال في منتهى الجميل لكن لم أرى فعل على الأرض الواقع فحتى أرى هذا الفعل على الأرض الواقع هقول النهاردة موقف هذه الدولة فيه تمام طيب أنا هستأذن حضرتك أن أنا معايا دلوقتي الدكتور أستاذ الدكتور عباس شرائي هياخد بس رأيه كده نشوف بين وجهة نظره الفنية إيه الموضوع وهيبقى فيه حوار مفتوح بين أحلى الثلاثة يعني أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك أستاذ الدكتور عباس شرائي أهلاً بساعدتك معنا يا فندم أهلاً وسهلاً بحضرتك وضيفك الكريم وكل أستاذ المشاهدين دكتور عباس طبعاً يعني باعتبر تخصص حضرتك أهلاً كأستاذ للجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة فهيدك عندك تخصص فني جداً في هذه القضية وإحنا مشرفنا في الستوديو المستشار طارق شاكر هو مستشار بالولايات المتحدة الأمريكية ونتناول الموضوع ربما من جانب سياسي ربما من جانب قانوني فلكي تكتمل الصورة أنا ببدأ بس بتوجيه سؤال لحضرتك عن فنية ماذا يمكن أن يحدث بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن اللي هي تقنياً وفنياً ما شفناش أي تقدم في الأزمة والحقيقة احنا شفنا في مجلس الأمن استمعنا إلى جميع الأعضاء وكانت كلماتكم فيها جزء من مشروع القرار العربي اللي قدمته تونس أيفاً وجزء آخر تم تجاهله يعني احنا بنأمل أن فيه يعني إصدار إما توصيات المجلس أو رأي المجلس الرسمي لم يصدر حتى الآن احنا استمعنا للأعضاء فقط لكن ما عرفناش رأي المجلس فيه أشياء وهي مثلاً استئناف المفاوضات ودعم المفاوضين أن يبقوا لهم دور فعال في هذه المفاوضات أيضاً عدم اتخاذ قرار أحادي وده برضو نقطة مهمة لكن الحقيقة نفس المجلس قال هذه التوصية العام الماضي يعني لما دعا تستمر المفاوضات مع الاتحاد الأفريقي دعا عدم اتخاذ قرار أحادي لا برضو يعني قال عدم اتخاذ قرار أحادي والحقيقة يعني هنا برضو شيء غريب أن احنا نجد أن ولا عدو من عضاء المجلس أشار إلى أن إثيوبيا بعد مجلس الأمن مجتمع السنة العام الماضي في يونيو بعدها في شهر إثيوبيا بدأت التخزين الأول ثم قبل جلسة مجلس الأمن بدأت التخزين الثاني بدأت التخزين الثاني وارسلنا صورة من هذا الخطاب إلى مجلس الأمن ولا عدو من الأعضاء الخمستاشر أشار إلى أن إثيوبيا خالفت التوصية العام الماضي أو حتى هذا العام أنها يعني يصح وتبعت خطاب وتقول أنها بدأت التخزين الثاني أين بقى توصيات مجلس الأمن من العام الماضي اللي كانت بتدعو حتى قمة في الاتحاد الإفريقي اللي عقدت قبل مجلس الأمن في ثلاث أيام السنة الماضية كانت برضو من ضمن مخراجتها عدم اتخاذ قرار أحادي وعدم التصريح بأي تصريحات تضر المفاوضات ووجدنا أن إثيوبيا بعدها مباشرة في تصريحات متتالية أنها سوف تبدأ التخزين في أول يوليو طيب دكتور عباس حياتك طلبت في إحدى اللقاءات السابقة بأن الملء لا يزيد عن 30 مليار متر مكعب ما هي الخطورة الآن في ما تفعله أثيوبيا وهل إذا استمر الملء التاني بتقول حوالي 3-4 مليار فقط ولكن وزير الرأي الإثيوبي بيأمل في 13.5 مليار لكن هنا الساعة القصوى للسد 74 مليار متر مكعب هذه الساعة هي اللي مبالغ فيها هي دي اللي المفروض كلنا نتفاوض عليها بالدرجة الأولى هي دي المهمة قوي مش قواعد الملء والتشغيل قواعد الملء والتشغيل لـ 74 مليار وفي النهاية يملى 74 مليار هيظل الخطورة شديدة للغاية ولكن صحيح محتاجين قواعد ملء وتشغيل ولكن لساعة لا تتعدى 30 أو حتى 40 مليار يعني حتى 40 مليار برضو هتبقى كثيرة لأن النهر بيأتي بـ 50 مليار متر مكعب سنوية لما أعمل عليه ساد وفيه دول بتعتمد على هذا النهر بعد مني يبقى لا أحجز جزء والجزء الآخر يمر لهذه الدول يبقى المفروض لما أحجز يبقى ساعة لا تزيد عن 50% من الإرادة السنوية اللي كانوا عايشين عليه دول المصاب والإرادة السنوية 50 مليار طيب هستأذن ساعتك بطور عباس خليك معايا واستمع معانا لإجابة سيادة المستشار طارقة على السؤال التالي سيادة المستشار إيه الخطورة القانونية هل في خطورة قانونية أصلا على ما تفعله أسيوبيا دلوقتي يعني هل نستطيع أن نقاضيها مثلا في محكمة العدل الدولية هل إحنا زي ما قال الدكتور عباس كل الكلمات بتاعت مجلس الأمن كانت بتتناقش اللحظة اللي إحنا فيها وعودوا مع بعض ولعبوا مع بعض ما تتخنقوش محدش تكلم عن الترهات والأكاذيب اللي جات في مثلا كلمة وزير الرأي الأسيوبي عن إنه ليس من العدل إن إحنا ما بنستخدمش المية الجوفية فهي بالخمسة والخمسين مليار دول تحرموا منهم الشعب الأسيوبي وبيفرفر وبيقع وهو أصلا بينزل عدته من 150 مليار من المطرة سواء في النهر ده أو في النهر تانية خليني بس أعقب على دكتورنا العزيز في كلمة بسيطة هو قال إن صدر التوصيات من مجلس الأمن السنة اللي فاتت وهتصدر التوصيات السنة اللي هو في فرق شاسع ما بين التوصيات والقرارات التوصيات ليس لها قيمة قانونية القرارات لها قيمة قانونية ممكن أنت تحاسب بيها لكن التوصيات كما أوصي زي ما قلت عليك العب مع بعض ما تدخنوش توصية ليس لها أي قيمة قانونية بالنسبة للسؤال حضرتك هو للأسف الشديد النهر ده نحن ليس في الموقف اللي نقدر به أن نقاضيهم دوليا لأن فيه اتفاقيات وجزء منها كان أيام المستعمة الإنجليزي وجزء منها حصل فيه تعديل وجزء منها كان فيه اتفاق مبادئ فيعني صعب أن أنت تقاضي يعني هل فيه اتفاق منهم بيخالف اتفاقيات سابقة يعني لما وقف وزير الرأي الأسيوبي في مجلس الأمن الخميسي اللي فات وقال أنه مش من العدل أنه نحافظ على حجم مياه بسبب اتفاقيات استعمارية طب ما هو السودان كان ممكن تقف وتقول دونا الأرض بتاعتنا اللي أنتوا بنينا عليها السد لأنها بموجب نفس الاتفاقية الاستعمارية بتاعتها 902 على فكرة هو طبعا دي أكاذيب بيريد بيها تشويش على الحقائق لأن الاتفاقات الاستعمارية اللي هو بيتكلم عليها دي هو استفاد منها أكتر ما احنا استفادنا منها طبعا يعني احنا النهاردة هذه الاتفاقية بتدينا نفس كمية المياه اللي هم على 55 مليار من صحوالي بنتكلم على أكتر من 60 سنة رغم أنه في نموه في مصر في زيارة سكانية وفي الأخيره وال55 مليار النهاردة طب حد زنهم لا يكفون لاحتياجات مصر لاحتياجات مصر صحيح وهو مستفيد أكتر من الاتفاقات اللي هو بيحاول ينقضها النهاردة طيب أنا هرجع تاني لحتة إذا كان فيه اتفاق بيناقض اتفاق دي حتة قانونية في تخصص هو مش بيناقض اتفاق هو فيه اتفاق اللي هو اتفاق المبادئ اعلان المبادئ اعلان المبادئ اه مش يناقض الاتفاقيات ولكن ما كانش فيه العبارات الحازمة بصفة واضحة 100% فهما بيحاولوا يستغلوا هذا الاعلان فيه انهما بنوع من تدليس العبارات والمواد بتاعته رغم أنه هو أقر أنه يرفض الجانب الأحادي التصرفات الأحادية طيب يبقى تماما يعني في حد ذاته هذا الموضوع ولكن برضو خليني أرجع أقول لحد اعلان المبادئ ده كان اتفاق سياسي ده كان اتفاق زعماء مش اتفاق فني يعني مش هنسأل فيه دكتور عباس صح كده؟ هو اتفاق سياسي مش مفروض ينص على تفاصيل فنية لو رجعت الاتفاقات اللي بيقوا عليها استعمارية هتلاقيها اتفاقات سياسية وملحق فيها جزء فني طيب دكتور عباس اسمح لي أسأل ساعدتك إذا حصل أي حاجة لسد النهضة ما هو حجم الدرر الحقيقي اللي هيحصل لمصر والسودان إذا حصل ضربة عسكرية الهيكل بتاع جسم جسم السد ما استحملش زي ما الدراسات بتقول هم ماله زيادة أكتر معلو إيه المتوقع؟ طيب اسمح لي بس يعني أنا أجب برضو مع حضرتك يعني صحيح أنا جلوجي ومتخصص في المياه ولكن بما أننا بأننا أكتر من عشر سنوات في سد النهضة فقط وقبلها كنا في مشروعات أخرى داخل إتيوبيا فأصبحنا تعلمنا من أسد زيتنا أيضا في القانون وفي السياسة أشير إلى أن الاتفاقيات اللي بيدعي الرئيس الوزراء الإتيوبي أو المسؤولين في إتيوبيا أنها استعمارية إتيوبيا من الدول القليلة في القرى الإفريقية التي لم تستعمر إلا فترات قليلة للغاية ولم يعقد فيها اتفاقيات فلو جاينا مثلا هنشوف فيه اتفاقية 1902 اللي وقعت نفسه ده إمبراطور إتيوبي ومصر هي والسودان هم اللي كانوا محتلين بإنجلترا وإنجلترا هي اللي وقعت نيابة عن مصر والسودان لكن إتيوبيا كانت حرة صح يعني ده كلام حضرتك بيثمن كلام سيئات المستشار إن إحنا اللي مفروض نرفض نقول إحنا لين حق أكبر من 55 مليار إحنا كنا محتلين وأيضا وفيه لا الاتفاقية 1902 يعني كان لها بنود مختلفة عن الحصص الحصص دي اتفاقية تنائية ما بين مصر والسودان فقط إتيوبيا لا تعترف بها ولا تعترف بأي حصة بتقول أنتوا قسمتوا المياه والحقيقة هذه المياه بالفعل إحنا قسمنا المياه التي كانت تصب في البحر المتوسط ولما عملنا السد العالي حجز المياه اللي بتصب في البحر وبالتالي بما إن البحيرة ممتدة بعض الشيء داخل السودان فتم التفاهم مع السودان وتقاسمنا المياه التي تصب في البحر إتيوبيا ليس لها علاقة بها المياه خلاص خرجت من الأراضي الإثيوبية وبعد ما ملأت البحيرات والأنهار الإثيوبية والمياه الجوفية وتم ري حوالي 50 مليون فدان داخل إثيوبيا بإزراعة مطارية بتستخدم حوالي 150 مليار متر مقعب هذه المساحة بالإضافة إلى حوالي 100 مليون فدان أخرى عبارة عن مراعي وغادات وأيضا بتحتاج إلى حوالي 150 مليار متر مقعب وعندها من البحيرات حوالي 80 مليار متر مقعب بتملأ حوالي 40-50 بحيرة داخل إثيوبيا زائد مجموعة من السدود إثيوبيا لديها السدود حاليا مملوقة بحوالي يعني مش أقل من 30 مليار متر مقعب بعد هذا كله فيه بعض المياه بتفيد ودي بواقع مياه الأمطار وبتجري على السطح إلى السودان ثم مصر ثم إلى البحر فإحنا لما قسمناها هنا بقى برضو نرجع ليه الاتفاقيات حقيقة الاتفاقيات حتى لو كان الاستعمار هو المواقع بنيابة عن إثيوبيا أو مصر الأمم المتحدة يعني أقرت كل الاتفاقيات السابقة وإلا أن الدول كلها هتقوم على بعض دلوقتي طيب دكتور عباس إحنا هنفترض أن سوديا يعني مارت في التنمية في الفترة اللي جاية وعايز أكله نقطة 100 من مئات المليارات من الأمطار المكعبة لو تهد السد لسبب أو لآخر إيه الدرر اللي هيقع على مصر والسودان أولاً تآخر سؤال لساعدك أولاً انهيار السد هل انهياره الآن وهو به خمسة مليار متر مقعب فقط ولا لما يبقى فيه 30 مليار ولا لما يبقى 74 مليار لا دلوقتي دلوقتي يا دكتور عباس نبدو بال74 مليار هذه كارثة كبرى في الوقت الحالي في الوقت الحالي اللي يعني بمعنى صح لو ضرب السد الخمسة مليار عاملين بحيرة طولها أكتر من 100 كيلو متر والمياه اللي هي على بعد 100 كيلو علشان توصل للسد يعني هتاخد لها عدة أيام وليست في نفس اللحظة إذن في الوقت الحالي مفيش أي مشكلة على السودان هيعتبر مياه فيضان فقط ولكن ليس هذا التوقيت يعني برضو لو هنتكلم على تفاصيل العسكرية بنختار التوقيت مش معقول هضرب وفي نفس الوقت إن فيه فيضان طبيعيش لأنها هتبقى مياه البحيرة بالإضافة إلى مياه الفيضان لكن وأيضا هدي الترتيب مع السودان يبقى برضو يبقى فيه تفريغ للسدود في السودان قبل أي ضربة بحيث إن سد الروسيراس بيسح 7 مليار متر مكعب يعني لو هتضرب يبقى فضل الروسيراس الروسيراس ممكن يستوعب كل الكمية اللي هتخرج من الروسيراس أنا بشكرك جدا أن دكتور عباس شرفتنا وإن شاء الله لنا دايما لقاءات إحنا دايما متابعين مع ساعدتك وحضرتك من أهم الضيوف في هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا والموارد المائية بكلية الدرسات الأفريقية العليا جامعة القائر سيادة المستشار طارق دلوقتي جلسة مجلس الأمن لم يتحدث فيها مندوب واحد عن العيوب الهيكلية اللي موجودة في جسم السد لم يتحدث أحد عن احتمالية أن السد يقع على دماغهم لأنه هم مش عاملين ومزبوط لم يتحدث أحد عن أنه الموقف المصري والسوداني هو الموقف العادل والموقف الإسيوبي هو الموقف الباغي لماذا لم نرى هذه النبرة صراحة عايز أبتدي مثلاً بأمريكا باعتبار أن حداتك موجود وعايش في المجتمع الأمريكا كيف ترى أمريكا اللي ثابت جلسة مجلس الأمن تبقى إجرائية وإنشائية وكلام ابن عم حديد وهي راح تقايلة إيه بقى في اللقاء بتاع وزيد خارجة السودان مريم الصادق المهدي قايت أمريكا هتحل الموضوع وأمريكا معاكو الله تب مقلتيش الكلام ده في الجلسة أوكي لابد أن نتفق أولاً أن كل الدول سواء مجلس الأمن أو خارجها بتراعي مصالحها الشخصية تمام قبل أي مصلحة أخرى تمام لو أنت حداتك حتى مش خدت أمريكا بس لو خدت الدول الخمسة الأعضاء هتلاقي كل واحد كلماته من عايز أخد أمريكا بس الأول عشان بعد كده خش معاك على روسيا والصين أوكي اللي هما كانوا معارضين قبل كده استصدار قرار من مجلس الأمن كمجرم حرب لأبي أحمد كويس حضرتك بالنسبة لأمريكا أمريكا سياسيتها الآن سياسة مختلفة عن ما قبل ذلك يعني الفترة اللي سابقة على بايدن كانت أمريكا لها سياسة عن ترية نوعاً ما تمام أحاديث تتسم بالقوة تتسم بالتحديد صحيح دي سياسة تختلف عنها سياسة بايدن تماماً تمام سياسة بايدن تماماً بيعمل أفعال أكتر منه وأقوال كويس وأنا هقول لك نهاية القصة كلها قبل ما نقوم من هذه البرنامج الخصة لك لن يكون فيها حرب لن يكون فيها ضرب للسد أمريكا هتني هذا الموقف تماماً بين أطرافه السلاسة هيجتمعوا مع أمريكا وهتحدد شروطها وهيلتزم بها جميع الأطراف شروط أمريكا؟ طبعاً طب إيه قولي إيه شروط أمريكا يعني أمريكا بتعتبر أي نملة مشة في أي حتة جزء من أمنها القومي طب عايز أعرف عايز أعرف إيه شروط أمريكا في القصة ديها هيتملي شروطها على جميع الأطراف وهيلتزم جميع الأطراف وهتدي مصر حقها في مياه نهر النيل طب ديش شروط مصر بقى مش شروط أمريكا؟ لا يعني هتديك حقك أنت طالب حقك أديه لك أنت عايز حقك أديه لك هل هيبقى فيه مساومات مثلاً اقتصادية؟ هل هيبقى فيه منح لأسيوبيا زي إيه دا؟ يعني إيه تصور حضرتك؟ كيف ستنهي أمريكا هذا الموقف؟ لأن برضو ما تنساش حضرتك موضوع المفاوضات اللي كانت برعاية وزير الخزانة أناك بتتكلم على عهد صابق بقى معلش بس أمريكا بس أمريكا هي أمريكا برضو يعني يعني وزير الخزانة لما يبصح إيه دا؟ هو مندوب أسيوبيا مشي؟ هو سفر وركب الطيارة؟ لسه أقول لحضرتك كان ليها مواقف عن تارية وليها مواقف يعني ما برضو في نفس الأسناء صرح رئيس أمريكا السابق أن حق مصر أن تضرب السد تمام أيوه فيعني يا جماعة عندكم حلوكم حلوها روح ضربوه ده غير السياسة المملكية حالية ده حتى في الأيام الأخيرة ليه قال كده بالفعل يعني مصر ستضرب السد فكرني بمصرحية متزوجون لما سمير غنم قال لها طب هيدفع يا أختي بيورطنا يعني فلا سياسة بايدن انتختلف تماما لمصر تضرب السد ولا حد هيجي يهدد الأمن والسلم والعلامة ولا المنطقة وهنحلها بس هو سايب الأول دنيا تستنفذ خطواتها آه يعني العبوا مع بعض زي ما أنتم عايزين دلوقتي لكن لو جيتوا عند حد الخطر أنا هتدخل وهوقف هزا الكلامة وحتزهر مرة تانية لفتاة أن أمريكا هي الدولة العظمى في العالم يعني ده بيهم أمريكا أوي إنها تبرينت أباوت ديس يعني وهتلم الدول الأخرى اللي هي استثمارات واللي هي مخابرات وكل الكلام ده هيتوقف وتلم ياه كله لأن الموضوع مش هيبقى بس مختص بالسودان ومصر وأسيوبيا آه لا فيه كروت خلفية خفية أمريكا هتفككها طب أمريكا تستطيع تفكيك يعني ممكن أفهم إنها تستطيع تفكيك مصالح قطر مصالح تركية مصالح حتى السعودية لكن لكن صعب تفكك مصالح روسيا والصين تكلمني عن رأيك في موقف روسيا والصين في من كلمات المندوبين بتحهم في جلس مجلس الأمر ناخد واحد واحد نيجي على روسيا روسيا ليس لها أي مصلحة إطلاقاً في سد النهضة ولكن روسيا عندها ثلاث أنهار ليهم نفس المشكلة أيها بيبدأوا في روسيا وينتهوا في دول أخرى فالنهار ده هو لو عدد موقف مصر هيجيله الثلاث دولي طب أوكي جميل احنا بنحيل لمجلس الأمن احنا بنحيل لمجلس الأمن ودينا حقنا صح فروسيا ما تقدرش إنها روسيا ليست في حالة عداء مع مصر آه يعني لازم نفهمه كلنا أن في السياسة ليس هناك عداء مستمر دائم ولا صداقة أو الصداقة مستمرة هي مصالح آه هي مصالح فمصلحتي أنا في هذا الموقف أن أنا لأ أعضد الموقف المصري والسوداني آه لأنه هنقلب علي أنا شخصياً في المستقبل تمام فده وضع السبب إن روسيا محجمة عن إنها آه لكن هي ليها استثمارات لا روسيا لأ معقولة ده ناس كتير جداً بتأكد إن روسيا ليها استثمارات مليهاش استثمارات هنا مليهاش استثمارات هناك اقتصادها لا يتحمل ذلك يعني ممكن جداً للاتفاق ما بينها وما بين أمريكا على هذا الأمر بضع ده الصين بقى الصين عندها أزمة برضو في أنهار شبع دي صح؟ وغير أزمة الصين بقى ليها استثمارات آه تمام وليها شركات آه فالنهار ده موقف الصين يختلف عن موقف روسيا بالإضافة الصين بتنظر نظرة أخرى تماماً الصين عايزة تتسيد العالم آه فعايزة تاخد هي آه الكريدت ده الكريدت بتاع أمريكا وإن أنا الدولة الجاية تسود العالم من نهاردة طب حلي عشان تاخد فأصبح نهاردة بتعارض بناء على موافقة أمريكا آه فالصين ليها واضحة يختلف عن روسيا لكن الاتنين بيصبوا في عدم مصلحة مصر آه لكن ليس عداءاً لمصر تمام طبعاً طبعاً آه يعني مش علاقات التعاون بيننا وبين روسيا والصين في مشاريع كتير جداً على أعلى مستوى يعني بزا والصين بتشتغل بمنطق الملفات مش بمنطق الصداقة الكاملة بزا ملف ملف كل ملف ليه وضعه وليه قراره ولهي فيه أصدقاء ولهي فيه آه كل ملف مختص نيجي مثلاً فرنسا فرنسا تؤيدك تماماً وكانت هي الدولة الأكثر تؤيداً للمشروع المصري أو للمشروع التونسي اللي هو بي يجي في مصلحة مصر النهاردة سامح شكري بيشكر شارل ميشيل على البيان اللي أصدره الاتحاد الأوروبي بيستنكر فيه انفراد أسيوبيا بقرار الملء الثاني في اللقاء اللي كان بينهم النهاردة لأننا حركة عندك دولتين من أوروبا موجودة في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا وفرنسا كانت تؤيدك تماماً وبريطانيا صارت عن نهج الفرنسي وأيدتك فأصبح النهاردة أوروبا اللي هي تزعمها تلت دول نحن نعلم أن أوروبا تتزعمها فرنسا إنجلترا ألمانيا طبعا فعندك أنت حركة دولتين القطرات الاقتصادية طبعا عند حركة دولتين من الثلاثة بأيدوك فلازم يتحدل ربي يصدر بيان وألمانيا علاقتها طيبة وألمانيا علاقتها طيبة ومعندهاش مصالح ومعندهاش مشكلة مع سد النهضة ولا مصالح فالاتحاد ربي يصدر فيه طبعاً حنمشي في آنه طريق يا سيد المستشار يعني حنمشي إزاي هل هيسيبوهم يملو وبعد كده يعودوا ولا حيوقفوا الملء التاني ولا حيخلوا أسيبوهم يتتراجع إيه تصور حضرتك أخلي حراتك فيه طبعاً جداً إيه هي قصة سد النهضة هو عايز يبيع لك المية هو عايز يقفل الحنفية عليك وقت ما يحب يفتحها لك يفتحها لك وقت ما يحب يقفلها لا هي تنمية ولا هي كهرابا لا كل الكلام ما لهش أي قيمة ده وعلى فكرة هو كان يعني محتمي ببعض الدول اللي حواليه ولكن السياسة المصرية فككته له تماماً جايد وقت علاقته سيئ جداً بكل الدول اللي حواليه أه يعني فككته له تماماً وبنت بعض محطات الكهرباء في الدول اللي جنبه اللي كان هو وناوي يبيع لها الكهرباء يستفيد مادياً فأصبحوا في غينة عن كهربته من سد النهضة فهو أصلاً قصة كلها هو عايز يبيع لك المية عايز هو اللي يكون مسيطر عليك وطبعاً في دولة لها أهمية كبرى في هذه القصة مش دولة عربية لأن كان نفسها تاخد جزء من مية نهر النيل ومصر رافضت تديها رافض من نهر النيل إسرائيل بالضبط إسرائيل بالضبط حتى إسرائيل مش هنقول اسمها يعني حتى إسرائيل مش هنقول اسمها بالضبط هي طلبت منذ فئة السلام من التمينات لغاية نهارتها من السبعينات يدوني رافض من نهر النيل في سينة طبعاً ما تدكش رافض من نهر النيل طب مش هتديني هاخده أنا بقى من المنبع هلفة بقى هلفة عليك وهمنا عليك المية ومش هوفق لك إلا وديتني قصة برضو هتتفكك كلها هي الدول مخابراتية بتلعب في هذا الموضوع وهذه القصة هتتفكك أنا بقول لها حددك من النهار ده أسيوبيا لن تملأ المال والداني يعني يعني لن تسمح لها بشكله الكبير يعني لا هتملأ حاجة بسيطة لكن مش اللي هو التلاتاشة ونصف مليار اللي بيتكلم عليهم مش هيحصل وإحنا برضو يعني حتى لو نتكلم عن ناحية عسكرية مش خبير عسكري بس عايزة أقول لحالك نقطة حتى لو وصلنا لمواجهة عسكرية مش هكون أضرب بالرفيل وأضرب الطهرات طبعاً طبعاً ده وحدة من الهيئة الهندسية هتنزل هتفكك له كل معدات السد وتخلهوله البناء ليس له أي قيمة هي المشكلة بس في الحيطة يعني نعمل هتفكار ليك من الزمن أن أنت كان عندك في يوم الأيام فكرة سد طب حتة حضرتك لمست كده سقف المنطقة الجزء العسكري في الموضوع فده موضوع خطير جداً هرجع له بحضرتك هستأذنك بس نخرج فاصل إعلاني قصير ونرجع بحاية فاتح فتح إذن أعزائي المشاهدين طارق شاكر قال المستشار بالولايات المتحدة الأمريكية وأكد لنا أنه لا توجد حرب زم حياتك تفضلت قبل الفاصل لكن عايزة تساءل برضو ناخد كل توقع ونمده على استقامته أحمد المفتي عضو لجنة التفاوض عن الجانب السوداني المستقيل قال تصريح صحف يمبارح أنه مجلس الأمن لن يتحرك إلا إذا رفعت السودان سقف مطالبها وطلبت بالأرض اللي عليها سد النهضة على اعتبار أنها جزء من التفاوض جزء من أرض السودانية تمام اتنين مصر وسودان تجيش قواتها العسكرية على حدود السودانية الإسيوبية تعليق حضرتك كلام يعني كويس جدا بس برضا هو فيه فرق بأن تجيش جيوشك وأنك تخش حرب دخول حرب داي كلمة كبيرة جدا طبعا كلمة هيتبحها اقتصاد طبعا هيتبحها تعبئة عامة وصاريف كتير طبعا المواطن مصري هيعاني منها ولكن برضو هنقول أن أسيوبيا لن تملأ ولن يكون لديها سد النهضة هايحصل نوع من تفكك في الأزمة في الآخر لما الأمريكا هتجيبهم وتعود بيهم وكل واحد هياخد الجزء اللي يريحهم في مقابل بقى حاجات تانية مش مشكلة حياتك قلت أمريكا وليها شروطه كده سياسة بقى سياسة هتدخل وهيتلمي الموضوع كله تماما تماما طيب هل حضرتك بتشوف أنه كده بقى يبقى بعدنا بقى عن مجلس الأمن خالص يعني مش متوقعين حاجة مجلس الأمن أنا على نفسي أنا شخصي بأتكلم بصفة شخصية لا أتوقع منه أي شيء يكون في صالح الموقف لأن كل ما حدث في مجلس الأمن منذ بدايتك ده حتى جلسة مجلس الأمن ابتدت بداية خاطئة المفروض أنه هو بيستمع الأول أطراف المشكلة أطراف المشكلة قبل ما يتكلم من دبي بتوعه تتكلمهم غير ما يسمعها أطراف المشكلة على أي أساس بتتحدث أنت بتتكلم على إيه أنا كنت مندهش فعلا فهي عبارة عن آسف التعبير آسف آسف سامحني سادة المشاهد هي عبارة عن فيلم ليس له أي قيمة فإذا كان الفيلم هابط منذ البداية لن يصدر منه شيء تتوقع به يعني هو اللي إحنا شفناه إنه كل واحد كان بيقول استقراءه للموقف لكن مكانش منتظر إنه يسمع رأي أطراف المشكلة أنا رأي في الموقف كذا طيب أنت إذا أبديت هذا الرأي مسبقا قبل سماع القضية قاعد ليه طيب هنكمل القضية هنسمع القضية ليه ما أنت أبديت رأيك على الترابيزة قبليها صحيح هنحكامها لا ينفع أن تبدو رأي بدها قبل سماع القضية آه يعني قرار طلع قبل قبل نظر الموضوع قبل نظر الموضوع إطلاقا طيب عايز أسأل حضرتك على حاجة تانية تفضل مصر وزي من حياتك تفضلت في الأول بس دي نقطة مهمة عايز أسباط يعني أحط خط عليها يعني تفضل مصر بذلت جهود كبيرة جدا تجاه قارة أفريقيا في السبع ثمان سنين الأخير مظبوط والحقيقة على المستوى الصحي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وتشكيل التلات تكتلات الاقتصادية الكبرى اللي بتمثل أفريقيا ووضع المشاركة في وضع أجندة أفريقيا عشرين تلاتة وستين ويعني بجد مصر وقفة مع أفريقيا وقفة لكانت وقفها لقبل تلاتة وتسعين ولا في الفترة اللي مصر أعملت مظبوط أو أيدك كمان طب هذه الجهود بالقطع لو حصلت حرب هناخد برضو عشر عشرين سنة عشان نرأى بهذا الصدع مرة أخرى بين مصر وبين الأطراف بقى اللي هتخش في الحروب بقى أسيوبيا واللي معاها خلينا أقول لحضرتك حاجة لو رجعنا بس حتى تلاتة أربعة سنين اللي وراء كان فيه مجموعة الستة الواحد اللي هم الست دول اللي كانوا ضد مصر اللي هم في اتفاقية الستة واحد اللي حصلت على حض نهر النيل بما فيهم السودان أعمل بشير كانت من ضمن الستة النهارة على بص على الستة واحد انتهت مش موجودة مش موجودة الجهود المصرية قدرت إنها تفرض قوتها وقرارها على قرر أفريقيا من جديد أثباتت ريادتها وإن احنا ما زلنا من نترقص هذه القرى حتى الآن يبقى احنا أفريقيا احنا أفريقيا قد عايز يلعب مع أفريقيا بعيدا عننا احنا أفريقيا تمام ولو تلاحظ حتى دور جنوب السودان نانجيريا أثيوبيا افتاد يهبط وبعدين هرجعك برضو حتة وراء قبل أبي أحمد أصلاب أحمد دعباره عن دوميا أنا أسف التعبير يعني كان فيه زيناري اللي هو كريئس وزراء أثيوبيا ما أحاول نفسه محاولة أبي أحمد ولم ينجح بس ده راجل ده شوية ماسك في الكرسي قوي يعني عجبه قوي وفيدي سالين اللي هو في عهده بدأ قصة اللعبة بتاع سدد مهضة بالضبط فيعني الموضوع هيتحل هيتحل هنا عايز أسأل حضرتك على حاجة مهمة يعني حضرتك اللي فكرتني بيها متفضل في اللحظات الأخيرة لما بتنهار الإسرارات القوية بتاعت الدول بتدخل بالتوازي مسارات بقى إيه إن أنا أنجو بنفسي بقى هنطم المركب بقى بالضبط فالنهار ده أبي أحمد كان فيه محاولة لاستصدار قرار ضده كمجرم حرب عشان الفظائع اللي حصلت مع التجري مزبوط وهو الحقيقة إنه الجيش بتاعه اتبهدل في التجري وكان فضحته هو على التلفزيون ما جابوله الأسرى بتوع ورهم له مش كده ورهم له مش كده فدلوقتي الموقف يمشي إزاي في أفريقيا يعني هتتراجع أسيوبيا حيتم الضغط عليها من أمريكا فيبقى شكلها قال يعني إيه أمريكا اللي ضغطت علينا يا إخوات الدنيا تمشي إزاي بعد كده تقوم الأسيوبيا قائمة إزاي هذه الوعود أين هنذهب هذا الرجل هل سيحاكم هل إيه أنا أعتقد أن أبي أحمد ده هيختفي من الساحة لأن حتى طريقة انتخابه الجديدة دلوقتي طريقة غير دموقراطية كوميدية جدا يعني أول حاجة هو منع الانتخابات في بعض الأقاليم اللي هو يعلم أنها تصوت ضده طبعا وعدد كبير جدا من الضوايا وقال أنها بزريعة أن فيها حروبه فيها إلى آخره وبعض أقاليم خلى أن التصويت بتاحي بقى في شهر ستمبر في شهر تسعة بعد انتهاء التصويت عشان يقول لهم أنتو رأيكو لن يوم ماروش لازمة ماروش أي قيم يعني هو الوقت بعد إعادة انتخابه حيستنى لما يشوف اللي فاضلين دول هينتخبوه ولا لأ فعني كلام فارغ ولكن هو انت عارت تحرك تعلم أن أثيوبيا قبلية يعني فيها عبارة عن قبائل وكان يحكمها قبل أبي أحمر التجريه لمدة طويلة جدا طبعا وهو ابتدى يهمشهم تهميشي وغير بيهمشه ابتدى يكون عنيف ضدهم دول كتلة لا يشتهن بيها طبعا ولما شفت حالك الأسهر طردهم من كل المناصة الهكومية كل ده هيرجع هيرجع ولا هناك مطامع لدول يعني هل مثلا خلينا أقول بصراحة هل ما زالت أمريكا بتفكر بنفس الطريقة اللي كانت قبل كده اللي هي أنها ممكن تحط رجل أكبر في وسط أفريقيا ففرصة بقى تقلب دول على دول وكده ولا خلاص القصة دي أمريكا لن تضع جندي خارج الحدود مرة أخرى لكن أنا هستعملك باقتصاديا وهستعملك بأن أسيطر عليك وعلى كل شيء أنت تحلم به لا يمر يرامل خلالي لكن مش هضع جندي مرة أخرى لو تلاحظ حالك من منذ أحداث الصومال اللي حدست في القرن الماضي أمريكا لن تضع جندي في أفريقيا مرة أخرى حتى فرنسا اللي كانت ابتدت تحط بعض من وحداتها في تشهاد وإلى خيره سحبت وحداتها أنا عندها أمل ترجع اللي كان النهاردة مفيش جندي هيبقى خارج لا من فرنسا ولا من أوروبا ولا من أمريكا في أفريقيا ولكن حتكون كل أحلام وقرارات أفريقيا تسري من خلال المشروع والقناة الأمريكية طيب ما هو ده برضو تصريح خطر لحضرتك سيد المستشار لأنه يعني أنا بصراحة عايزة تطمن على جواري يعني أنا كمصري عايزة تطمن على جواري وأتمنى بجد تنمية حقيقية لأسيوبيا يعني كلام اللي بقوله سيدات الرئيس واللي بنقوله وزارة الخارجية وزارة الموارد المائية إحنا ببنقولش كلام للاستهلاك الإعلامي يا جماعة لازم تبعوا عارفين فإحنا بجد عايزين تنمية حقيقية أفريقيا قوية يعني مصر قوية برضو مش عايزين ننكر فهل حتقوم لهذه الدول قائمة ولا إيه اللي حاصل بفكر بس سادة مشاهدين قبل ما أسمع الإجابة بأننا حنزل التليفونات عشان برضو ناخد أي مساهمات من حضراتكم تجاهز الأمر زي ما وعدتكم في بداية الحلقة تفضل سيد المستشار أنا أتفق معاك أن أفريقيا محتاجة تنمية وتنمية كبيرة جدا ولكن كما ترى أن الزعماء الأفريقين بعضهم تركت تنمية وبدأ يبحث عن الكرسي اللي قاد عليك ودي على فكرة آفت أفريقيا وزعمائها من زمان أفريقيا بس؟ آفت أفريقيا إنت عايز تروح وأنا وإنت النهاردة على البيت أجي معاك أمريك فدي آفة أفريقية فللأسف إذا كنت أنت لا تفكر في مصلحة نفسك أنا أفكر لك فيها بس برضو مش حيطك معايا أنه يعني لا يسعد مصر أن تكون دولة قوية وفي دول مهمة بالنسبة لها لسه ضعيفة لسه مش عيشة ولسه مواطنين مواطنين في الدول الأفريقية غلابة غلب السنين لا كهرباء ولا غاز ولا موباين ولا شحن ولا أي حاجة أنا متفق مع حضرتك لكن أنا مش هقدر أفرج عليك بالقوة أن أنت تنمي نفسك أي النهاردة ده قرارك ده قرار شعب وقرار حكومة زي ما احنا القرار بتاعنا هنا في مصر الرئيس قال إن لازم يبقى شعب على قد المسئولية ويبقى شعب قوي ونمى قدراته العسكرية ونمى قدرات قوات المسلحة وابتدى في تنمية شديدة في مصر ده قرار شعب قرار رئيس قرار قيادة طيب إذا كان غير موجود هذا القرار في أفريقيا ما أنا مقدرش أفرضه عليك صحيح طيب على ذكر قرار الشعب هل بتشوف حضرتك مسندة شعبية قوية للقيادة السياسية في مصر في هذه القضية قضية أزمة سد النهضة ولا إيه رأيك لأول مرة يتفق معظم الشعب سواء كان معارض أو مؤيد مع القيادة السياسية في أزمة سد النهضة وعلى فكرة برضو في نقطة مهمة جدا القيادة السياسية عندها الصورة أوضح مننا كلنا وتعلم إمتى ومتى وزاي الموقف ده هيتحل لو ما تحلش بالطرق الدبلوماسية يعني أنا أسق جدا جدا في قضية السياسية وأسق في رأيها وحكمتها وأعتقد أن هذا الموضوع لن يطيل خلاص إحنا داخلين في أوقات طب أما ليه سيات المستشار في رأي حضرتك برتوح حضرتك مصري أكيد طبعا ليه عندنا النزعة بتاعت أن أنا إيه يعني فيك أكاونت أكتب نوسا وأروح داخل أكتب لابد أن تحارب مصر مع إنه اللي بيكتب كده لو روحت له الدكانة مثلا اللي هو بشتغل فيها أنا مش بقلل من حد بس أنا بقول حتى لو المشروع عنده صغير كده هتلاقي هو عنده خدايا ومعلومات مش عندك فمش هتقدر تاخد القرار بالنيابة عنه وتطلع تقوله أنت ليه ما بتبيعش أرواحه وبتبيع النعناع يعني ليه لسه عندنا ميراس قديم من عدم الثقة في أيا كانت الحكومة أو أيا كانت القيادة السياسية فاكر حضرتك الفترة دي اللي قولك مدام الحكومة كذا يبقى أكيد هتعمل عكسه لسه عندنا الميراس ده رغم إن إحنا شفنا قدر كبير جدا من الشفافية في الفترة الأخيرة في مصر يعني أنا أعتقد أن الحكومة المصرية في الوضع الحالي وسائل إعلامها بتبرز كل ما هو يحدث وبالشفافية بل على العكس أصبح في بعض موس يعني أنا بقول فيه مسواة من أفراد الشعب ما فيش أنا ابني مين وأنا أنت عرفت بتكلم مين ما أصبحتش الحتة دي موجودة خلاص تاني فلأ يعني هو النهاردة فيه وضع تاني جدا 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 كويس في مصر بس برضو ما زال الشعب بالعقلية السابقة مش قادر يصدق لكن مع الوقت أنا أعتقد لما يشوف ملموس على الأرض نفسها الوضع إزاي حيبتدي يثق أكتر في الحكومة المصرية الحقيقة الأجيال الجديدة أكثر ثقة لأنها ما عندهاش حاجة تكدب علشانها يعني ما عندهاش المراس القديم فبشوفوا أن ده حقي أن الحكومة تعمل لي كده وتكون شفافة فليه أتهمها بعدم الشفافية يعني الشباب الصغير ودي ميزة الحقيقة طب الزبط لا إن شاء الله أنا بقول أنا في رأيي أني في ظرف سنوات قليلة جدا الشعب هيفتدي يعي أن قيادته وحكومته بتعمل لصلاحه يعني أنا عفوا مش عايزة تطلع بأخرج بالموضوع بس تعال تشوف النهاردة يعني اللي كانوا قاعدين في اسكان غير أدامي أصبح قاعدين في شوقة أصبح قاعدين في شوقة النهاردة لا القيادة بتحاول تعتني بالشعب جدا 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 يعني أنا كنفسي برضو أخذ من حياتك شوية معلومات عن وجهة نظرك في مصر هتوصل لإيه لكن برضو خليني أنطلق من قزمة سد النهاردة كان في مصلحة مصر أيضا تدويل القضية وعرضها على مجلس الهامنين يعني برضو لو مصر عرفة الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وأكيد هو غير خافن عن قيادتها إنها هتتحل وهتتحل إزاي وتفاصيلها إيه ومطلوب من كل دولة إيه عشان تحل إيه لكن برضو التدويل ده بيمثل قدرة لمصر زي ما كانت مثلا مصر انتصرت في طابة مثلا المفاوضات اللي قعدت والتحكيم الدولي وإزاي ظهر المفاوض المصري بقمته العظيمة الأسادزة الكبار خلي بالحضرتك اتفاقية قام بديفيد كان فيها اللي جول التحكيم عند الاختلاف دي نقطة كان مهمة جدا مش موجود عندنا الابشن ده دلوقتي ولكن احنا بنحاول نظهر ما تخفيه ضمائر الأسيوبيين أمام المجتمع الدولي بنحاول نكشفهم بنوريهم الناس دي بتتعنت بلا أي فائدة على الإطلاق وحاولنا معاهم كل الطرق الممكنة إن احنا نوصل لحل أو اتفاق ولكن للأسف الشديد الناس دي بتراوخ وتتعنت وتنسحب من بفاوضات وبعد ما تيجي موافقة وهنقعد وهنمدي يختفوا من الاتفاق يعني احنا كنا قربنا وصلنا الاتفاق طبعا وراحوا هروح نسأل وحنا ماضين عليه بالأحرف هروح نسأل بس ونرجع لكم ونجحت مصرف ده نجحت يعني إنها تكشف هذه النوايا الخبيثة يعني يعني أعتقد بين الاتحاد الأوروبي ويقولك إنها نجحت ده صحيح نجحت ده بيؤكد طب هذا الالتفاف اللي حضرتك شايفه من الشعب المصري وشايف إنه لأول مرة يعني بيلتف حول قيادته في هذه الأزمة بتشوف حضرتك هل من دور في الفترة القادمة مثلا غير نؤيد ونشجب ونندد والكلام اللي ما يجيبش تمنه ده هل فيه دور للمنظمات المجتمع المدني هل فيه دور للمشاهدين اللي بيشوفوه هل فيه دور للمجالس النيابية غير مجرد إعلان التأييد هو أنا أناشد الشحب بجميع طوافه إنه يخلي عنه الصبر ويصق في قيادته السياسية ويصق إن الموضوع القيادة تعلم كيف تحله جيدا ويكون هناك صبر وما فيش نوع من الضغط بالعبرات بتاعة الفيك أكاون ده اللي هو هنحارب وهنضرب وهنكسر والرفائيل اللي مش عارف قوتها كم كيلومتر ضلت سوق وهنمونها منه وإيثيوبيا مش عاملالنا حساب يعني واستفزاز من كل ناحية يعني حضرتك مالك ومالك الشق العسكري وحاجات الفنية اللي في شق العسكري لا أنا استراتيجي ولا عسكري ولا أنت وإيه معلوماتك يعني أنا قلت في المقدمة النهاردة كده إيه معلوماتك عن كل الأطراف أنا بقول لحضرتك يعني الأسف الشديد لا إحنا خبراء عسكريين ولا استراتيجيين فنسيب الموقف ده للقناة السياسية وبلاش الضغط اللي يعني مالوش أي لازمة في الوقت الحالي طيب هل من دور لمنظمات المجتمع المدني للمجال السياسية مفروض توعية مفروض توعية الشعب توعية توعية الشعب ده لازم لازم تعاعي الشعب وتخليها سقوق قيادته وتفهموا الوضع ماشي إزاي إن كلمة حرب دي مش كلمة صغيرة تحيح دي مش كلمة أنت فاكر راح تتفسح وجاي يعني التوعية بالكلام اللي إحنا بنقوله ده يعني ما يمكن عشان كده إحنا بنشتغل إن إحنا بنعمل كده هم يساعدونا بقى إنه ينزلوا لغاية الناس ينزلوا بقى يعني الشعب في بعض الفئات يعني مش كل الشعب على قدر من التعليم طبعا يتابع برامج سياسية في بعض من الشعب لازم يتنزلوا على الأرض الواقع نفسها والتحدث معها والتعاور معها وفهموا الوضع بالزبط طب هل حضرتك بصراحة شديدة شايف أي تقصير من القيادة السياسية في إنها تقول للشعب إن أنا أقدر وهي ما تقدرشي أو تقول لهم أصبروا أو تقول لهم ما تقلقواش أظن إحنا شفنا الريس يكاد يكون بيتحايل على الناس يعني بس يدوا العيش لخبازه بس يسيبوا الموروح الريس طلع وقال إن مية نهر النيل خط أحمر بالزبط وجربوا لو أنتم تقصوا نقطة في مية نهر النيل يعني الرئيس شفاف ووضح الرأيي واضح جدا 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 على الشعب إنه يهدى ويلتزم الصمت ويشوف هيحصل إيه يعني أنا بقول للأسف شريد السوشيال ميديا كانت من الوباء اللي في شرق الأوسط مش من الحاجات زي كل الحاجات اللي هي اتعملت عشان حاجة يعني هو مايك زاكر بيرج عمل الفيسبوك عشان يتطمن على قريبه يعلم الناس تشوف صور بعض عن بعد تتكلم مع بعض بس الاستخدام السيء بقى والفضى الفضى اللي موجود في المنطقة العربية إن الناس أسوأ استخدامه ده بإحصائيات أنا ما بقولش كده مش اتهمات حضرك أنا الفيسبوك عندي ما بنزلتش عليه بوست ممكن كل شهر يعني لو نزلت في السنة كلها أربعة خمسة بوست أبقى أنا اشتغلت أنا ببص في مصر بنزلوا عشرين وثلاثين بوست في اليوم كل شخص يعني مش كلهم يعني فيه عشخاص بنزل عشرين وثلاثين بوست كل يوم عندك منين الوقت ده والمعلومات دي اللي انت تحطها وكأنه هو ده الهدف ده يعني حاجة مش هو بيستخدم الوسيلة عشان يقول للناس حاجة مفيدة لا هو الوسيلة هي الهدف آه يعني حاجة طيب عايز أسأل حضرتك على دور مهم برضو حضرتك جزء منه أقباط المهجر هل لهم دور كبير حقيقي لأنه هم في دول عظمة ودول كثيرة خارج مصر ومع أمريكا مثلا هم برضو لهم دور مؤثر وهم نجحين جدا وشطرين جدا ولما بيبقى فيه وقفة أو بيبقى فيه مساندة المصر من عندهم بيبقى فيه برضو بيتعامل حساب المصريين في الخارج عموما بيتعامل حسابهم برضو يعني برضو أنا عارف أنه العدد مش كبير لكن لهم أدوار بعض الأدوار المؤثرة يستطيعوا أن يساندوا إيه رأيك؟ لو ما يستطيعوش أقول برضو لا لا مش كانت يستطيعوا ما يستطيعش هم يستطيعوا إذا اتحدوا للأسف الشديد إحنا على المستوى الشخصي والفردي ناجحين جدا 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 في الخارج ولكن على المستوى العمل الجماعي والاتحاد في شيء غير ناجحين للأسف كلنا عايزين نسوق محدش بركاب مشكلة برضو فدي أحد مشاكل مشكلة اللي كانت عندنا يعني مئات الأحزاب عايزين بس في سبيل أنه مش مهم مش هتطلع بحاجة طبعا ما يبقى عندك 200 حزب مثلا مش هتطلع بحاجة لكن لما يبقى عندك 10 أحزاب ولا 15 حزب كبار زي ما الرئيس دعا مين بقى اللي هيبقى 15 رئيس أحزاب كبار هيقدروا يعملوا مولاة ومعارضة بالزبط لكن 200 حزب هش ضعف ليس له أي قيمة يعني ليه ما بيبصوش مثلا في أمريكا أو في بريطانيا يعني عريقة الديمقراطية عندنا حزبين إن هم حزبين هم حزبين وبريطانيا ما نفس القصة برضو ديمقراطي وجمهوري والباقي حتى أحزاب صغيرة تساند وفي الآخر يعني بتزوق مع الحزب الكبير برضو إنت رح تلاحز دايما حتى المنافسة على جميع المراكز أو رئيس الجمهورية إلى أعضاء الكونجرس للسيناتور كلهم بيتنافسوا فيها الحزبين ديمقراطي وجمهوري طيب أنا معايا الأستاذ محمد أمين علي رئيس تحرير مجلة أكتوبر مساء الخير يا فندا مساء الخير يا فندا ومساء الخير على ضيوفك أهلا بحضرتك يعني عايز أعرف رأيك في المواقف الدولية تجاه موقف مصر العادل في قضية سد النهر شوف خليني بس في النقطة دي أنا بشكر حضرك على سؤالك وعايز أقول لحضرتك أنه الدولة المصرية لما بتعرض موقفها علشان يتوضح للعالم رؤيتها بالنسبة للملف سد النهر بترسل رسالة مهمة جدا وهو ضروري أنه العالم كله يقف أمام التزاماته زي ما عرضت على مسؤولياته ووضعته أمام مسؤولية مهمة جدا أعتقد أن الجالسة اللي جاية مهم جدا أن العالم كله بعد شرح القضية يكون مدرك حجم الخطر الذي قد يحدق بالعالم كله نتيجة التوتر اللي قد يحدث في هذه المنطقة والرسالة باتت واضحة يمكن النهاردة شفنا التحاد الأوروبي بعد لقاء سيد سامح شكري البيانة اللي خرج أعتقد بيؤكد أنه المجتمع الدولي بات مدركا أن أي توتر في هذه المنطقة لن يكون تأثيره مقتصر على منطقة القرن الأفريقي أو منطقة شرق أفريقيا فقط إنما قد يطول العالم كله ودي نقطة مهمة النقطة الثانية وهو أنه لازم نبقى واخدين بالنا أن الدول بتتعامل وقت مصالح أي وإحنا كمان الحمد لله رب العالمين يعني علاقاتنا بالمجتمع الدولي كله بكافة الدول العالم أعتقد علاقات طيبة وده اللي كان نتيجته اللي إحنا شفناها في جلس مجلس الأمن سواء كان من رأي فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية وقد يقرأ البعض المشهد بشكل مختلف يعني ولكن خلينا أقول لحضرتك النتيجة هنشوفها في الجلسة اللي جاي طيب في رأيك أنه الدبلوماسية المصرية المكوكية العظيمة اللي عملها رئيس الخارجية العبقاري سامح شكري ده الحقيقة يعني مواقف مشرفة وحتى سيادة مستشار طارق في الستوديو معايا مشرفني من الولايات المتحدة كان بيتكلم عن جهود دبلوماسية المصر جبارة الحقيقة هل تستطيع هذه الدبلوماسية بقوتها بوضحها بشفافيتها بالتزامها باختيار معايير الكلمة بميزان الدهب اللي احنا شايتينه أن تغير في مواقف دول واخد مواقف ضد مواقف مصر في هذه الأزمة يعني خليني الأول نواجه التحية للسيد سامح شكري ولفريق الدبلوماسية المصرية اللي بيتحرك يعني النهاردة بنتكلم يعني يمكن في الفترة الأخيرة في خلال الشهرين الأخيرين شفنا حجم الجوالات سواء كان فيه على مستوى الدول والقرى الإفريقية أو على مستوى أوروبا أو على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية بالكامل أعتقد أنه النتيجة اللي احنا شفناها والرسالة اللي وضحت من السيد سامح شكري في جلس مجلس الأمن كان بتقول لنا أنه الدولة لديها هذه القدرة من إدارة ملفاتها على المستوى الدبلوماسي والسياسي أعتقد إن شاء الله بإذنها هيكون النتيجة في صالح دي نقطة خليني برضو البعض يعني قد يكون ليس متفائلا كما أتفائل أنا ولكن خليني أقول لحضرتك إن متفائلي من مبعث مهم جدا ألا وهو إن الدولة المصرية كافة ملفاتها بتدرسها باحترافية شديدة وبتتعامل معها بدقة شديدة جدا القضية دي بالنسبة للدولة المصرية مش قضية أمن قومي بس لا دي قضية حياة بالنسبة للدولة المصرية وأعتقد ده اللي بيأكد لنا إن التحركات المدروسة بشكل جيد هيكون إن شاء الله لها تأثير على القوات الدولية لأن القوات الدولية بدأت يتضح لها الكاذب والتعنت الإسيوبي اللي بيتم في هذا الملف إحنا برضو ما زال البعض بيقع ضحية إن معلومات مضللة بيتم طرحها سواء على سوشيال ميديا أو على بعض وسائل الإعلام الخارجية والبعض بيتنقلها وبيحدث عنده حالة من التخوف وده وضع طبيعي جدا ولكن خلينا نزداد ثقة في إدارة الملف نؤكد على إنه إدارة الملف بهذه الاحترافية إن شاء الله بإذنها هتكون نتائجها بالنسبة للدولة المصرية خصوصا إن الرسالة اللي أكد عليها سيد وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي بعد الجلسة إنه الدولة المصرية لديها يعني خيارات كل الخيارات وخيارات مفتوحة عايز أقول بس في الختام مصر كمان بقت بتنتهج سياسة مختلفة مع أبنائها المقيمين في الخارج لا حقيقة يعني أنا بكمل كلامي مع حضرتك عن عن مواقفهم أو مواقفكم حضرتك قلت من الصعب إن إحنا نتوحد ما هو ده برضو مراس قديم مزبوط يعني وما لسه مش مستشعرين إن مصر دلقتي بتقول وحضرتك سات المستشعر متخصف حتة دي طب الله خليك تعالي نتكلم في دي هو حضرتك يا هاني عازر عبقري في الأنفاء والسكك تعالي حط إيدك معايا يا دكتور يا بش مهندس يا اقتصادي وده يمكن مبعث التفاؤل اللي بيقوله ساذ محمد نبيل واللي عندي وعند حضرتك وعند كل اللي شايفين مصر كانت إيه وبقت إيه في سبع سنين مصبوط يعني اللي قدر يغير الحجر ويسكن الناس اللي كانت عيشة في الجبال من القمامة في الأماكن الرائعة المتحضرة دي مزبوط أكيد أكيد في المقابل المصريين في الخارج عندهم دلوقتي قولي انت بقى يعني هم حابين دلوقتي يرجعوا مصر يتواصلوا مع مصر يفيدوا مصر أكيد أكيد في حب أن التواصل مع المصر خلاك كل ما تكون مصر قوية كل ما يكون أنت موقفك كمهاجر في الدول دي موقف قوي ويعمل لك حساب ويعمل لك ميزان فطبعا أكيد كلنا نحب أن نكون مصر على قوة وعلى قدر من الاستطاعة لأن ده يدينا احنا قوة وباور في الأخير بردو كلنا بنحب نتواصل مع مصر كلنا عايزين نتواصل ونتمنى الرقي لمصر ونتمنى التوفيق للقرية السياسية أمين وأنا بشكر حياتك جدا شرفتني وأرجو أنه الحوار يكون يعني يعني لقى استحسان من حضرتك ووصلنا لنقاط حطينا قديني على حاجات طيبة يعني أكيد طبعا أكيد جزيل الشكر مرشي جدا لحلكم للمشاهدين العزيزين جزيل الشكر لسيدة مستشار طريق شاكر للمستشار بالولايات المتحدة الأمريكية بشكركم مشاهدين على وجودكم معانا في هذه الحلقة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة ودلوقتي تسباحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر